بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الثالث وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في باب صوم التطوع ووقفنا عند قوله يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وأكده العاشر ثم التاسع قال بعد ذلك وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فمن الأيام التي يستحب صيامها تسع ذي الحجة وهي أول الشهر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر قيل وللجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والصيام يدخل في العمل الصالح في هذه الأيام لأن الصيام من أفضل الأعمال ولما ورد في صيامها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم عرفه هو من العشر من عشر ذي الحجة ولكنه لأنه هو اليوم التاسع من ذي الحجة لكنه خصه بالذكر من بين التسعة لأنه آكدها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفه يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولكن يستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج بعرفه بها أي بعرفه فالحاج إذا كان واقفا في عرفه لا يستحب له صيام يوم عرفه بل يكون مفطرا اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف في عرفه مفطرا عليه الصلاة والسلام ولأجل أن يتقوى بالإفطار على الوقوف والدعاء فليس من السنة للحاج أن يصوم في يوم عرفه بل السنة في حقه أن يكون مفطرا قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم ومن أراد الزيادة على هذه الأنواع التي مرت وهي صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال شهر المحرم وتسع ذي الحجة ويوم عرفه من أراد الزيادة على ذلك فإنه يستحب له أن يصوم يوما ويفطر يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يجوز سرد الصيام بأن يكون الإنسان صائما في كل الدهر وفي كل الزمان ولا يفطر أبدا لأن هذا من ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل أما أنا فأصوم ولا أفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس مني نعم قال ويكره إفراد رجب هذا شروع في بيان الصيام المكروه هناك صيام يكره وأوله إفراد رجب فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام أو تخصيص أيام من رجب بالصيام لكن من صام شهر رجب أو صام شيئا منه تبعا لغيره فلا بس وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم أيام البيض فإنه يصومها من رجب أيضا أو كذلك من كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فإنه يصومها من شهر رجب إنما الممنوع الذي يخصص الذي يخصص شهر رجب بصيام لم يكن من عادته أو أن يصومه منفردا لا تابعا لغيره نعم يدخل في هذا يا شيخ تعميم رجب بالصوم أو صوم أيام منه أو صوم أيام منه مخصصة لأنها من رجب لأنها من رجب وليس من عادته أنه يصوم لا الاثنين ولا الخميس ولا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإنما لما جاء رجب صار يصومه أو يصوم شيئا منه هذا هو المكروه نعم قال والجمعة والسبت ويكره فراد الجمعة بالصيام لأن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع لكن من صام يوم الجمعة تابعا لغيره صيام قبله أو بعده فلا بأس بذلك وكذلك إفراد السبت لأن السبت هو هو يوم اليهود يكره أن يصومه الإنسان مفردا لكن من صامه تبعا لغيره فلا بأس بذلك نعم لو وقع بعض هذه الأيام في إتمام الست مثلا صام بعض الست شوال ثم الباقي وافق جمعة أو سبتا يكون من إفراده أو كان تابعا لإمام الست تابع لصيامه الست نعم قال والشك ويكره صوم يوم الشك والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم يوم رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ولقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم عليكم يعني شهر شعبان غم في اليوم الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال فإنه يكمل شهر شعبان ثلاثين يوما ولا يصام هذا اليوم الذي يشك فيه فالصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك نعم قال ويحرم إذا صامه مفردا إذا صامه مفردا أما إذا كان من عادته أنه يصوم من آخر شعبان وصوم الشك صامه تبعا لما قبله فلا بأس بذلك نعم قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض يحرم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لأن الواجب في هذين اليومين الفطر فمن صامه فقد عص الله ورسوله ولأنه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل نعم ولو في فرض ولو في فرض لو كان عليه قضاء أو عليه نذر فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين لا في فرض ولا في نفل والفرض يتصور في قضاء يكون عليه قضاء مثلا أو يكون عليه نذر نعم قوله الشيخ ولو في فرض المقصود التأكيد أو أن إشارة إلى أنه خلاف إشارة إلى أن فيه خلاف لكن لا يعتبر هذا الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين نعم سابكم الله قال وصيام أيام التشريق ويكره ويحرم أيضا صيام أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله قال وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران إلا في حق المتمتع والقارن بين الحج والعمرة إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق قوله تعالى فمن لم يجد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فإذا لم يصومها قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق هذه الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا مستثنى وأما غيره فلا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام لا فرضا ولا ولا تطوعا بل يكون مفطرا فيها نعم حسن الله إليكم قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه من دخل في فرض موسع مثلا عليه قضاء وصام بدى يصوم هذا القضاء فلا يجوز له أن يقطع الصيام في اليوم يفطر لأن صومه فرض يحرم عليه أن يقطع هذا الصوم لأنه فريضة بخلاف النفل فإن له أن يقطعه وأن يفطر في أثناء النهار ولو كان الفرض موسعا فرضنا مثلا عليه عشرة أيام من رمضان لم يصومها نعم ثم إنه بدأ يصومها العشر هذه عشرة الأيام التي يقضيها موسع قضاءها إن شاء قضاها من أول السنة أو في وسط السنة أو في آخر السنة قبل رمضان القادم نعم موسع له لكن إذا شرع فيها فإنه لا يجوز له أن يفطر في أثناء النهار لأنه بدأ في الفرض فلما بدأ به صار فرضا عليه إكماله فلا يجوز له قطعه يعني قطع الصيام في هذا اليوم الذي صامه عن القضاء نعم المقصود اليوم الواحد ليس تتابع القضاء ليس تتابع لا يعني يقطع صوم اليوم الواحد الذي صامه قضاء أما التتابع فيجوز التتابع ويجوز التفريق نعم فهمكم الله قال ولا يلزم في النفل لا يلزم الاستمرار في الصوم في النفل فلو صام ثم أراد قطعه في أثناء النهار فله ذلك كما لو كما لو دعي إلى إلى وليمة أو حصل شيء أو حصل شيء يراغبه في الإفطار فإنه يفطر لأن صوم النافلة موسع والصائم للنافلة أمير نفسه كما في الحديث إن شاء أكمل وإن شاء أفطر نعم قال ولا قضاء فاسده إلا الحج ولا يحرم ولا يلزم قضاء ولا يلزم قضاء ما فسد من صيام النفل فلو أنه فلو أنه صام نافلة ووطئ في أثناء النهار فإنه ليس عليه كفارة ولا يحرم عليه ذلك يجوز له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع وإذا جامع فليس عليه كفارة ولا قضاء نعم ولا قضاء ولا قضاء نعم يقضي بدل اليوم هذا نعم إلا الحج إذا كان الصوم قضاء إذا كان الصوم قضاء من رمضان وجامع فيه حرم عليه الجماع ويأثن بذلك لكن ليس عليه كفارة ويصوم يوما بدله نعم وإن كان هذا الصوم الذي جامع فيه صوم نافلة فلا شيء عليه ولا يلزمه بدله نعم قال إلا الحج نعم إلا الحج إذا أفسده الحج النافلة إذا أفسده بالجماع بأن جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد وعليه المضي في فاسده وإكماله وعليه ذبح فدية بدنه وعليه أن يقضي من العام القادم عليه ثلاثة أمور أولا المضي في فاسد الحج ثانيا ذبح بدنه ثالثا عليه القضاء من العام القادم بأن يحرم من الميقات الذي أحرم منه في العام الذي أفسد فيه الحج ويكمل الحج قضاء عن الفاسج نعم قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ الله سبحانه وتعالى جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر وهي ليلة القدر قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهذه الليلة في رمضان لكن لم تتحدد في أي ليلة منه وذلك لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان حتى يكمل له الأجر والثواب عند الله عز وجل مع إدراك ليلة القدر فمن اجتهد في جميع ليالي رمضان فإنه يكون مدركا لليلة القدر ويكون قائما لليالي رمضان كلها فيتكامل له الأجر من الناحيتين ناحية قيام رمضان كله وناحية إدراكه لليلة القدر ولكن هذه الليلة ترجى في العشر الأواخر أكثر هي لا يتيقن في أي العشر الأول أو العشر الأوسط أو العشر الآخر هذا لا يتيقن ولكن التوقع والرجاء يكون في العشر الأواخر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في آخر حياته كان يتحراها في العشر الأواخر وكان يعتكف العشر الأواخر وكان أيضا يجتهد في قيام الليل أكثر من قيامه في أول الشهر طلبا لليلة القدر فدل على أنها ترجى في ليالي العشر الأواخر أكد من ليالي رمضان السابقة وليلة سبع عشرين هي أكد ما يتحرى فيها ليلة القدر لأدلة وردت في ذلك وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها في ليلة سبع وعشرين أكد ويحتمل أنها ليلة أول ليلة من العشر ويحتمل أنها ليلة واحد وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين وهذه أكدها نعم قال ويدعو فيها بما ورد يدعو في ليلة القدر بما يتيسر له من الدعاء ويكثر لأنها ليلة يستجاب فيها الدعاء ولكن يستحب أن يكثر من الدعاء بما ورد وهو ما روته عائسة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فيستحب أن يكثر ويكرر هذا الدعاء في تلك الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف نعم الاعتكاف هو أيضا من توابع شهر رمضان لأن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل وإلا فالاعتكاف يجوز في سائر السنة ولكنه في شهر رمضان آكد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كان يعتكف في العشر الأوسط ثم لما ترجح عنده أو تبين له صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف فيها تحرياً لليلة القدر والاعتكاف في اللغة هو المكث والبقاء في المكان هو اللبث والبقاء في المكان فكل من بقي في مكان وداوم الجلوس فيه فإنه يقال له معتكف لغة أما في الشرع فالاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد والبقاء في المسجد ليلاً ونهاراً طاعة لله سبحانه وتعالى من أجل أن يتفرغ العبد لذكر الله ولطاعة الله ولتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادات وينقطع عن أشغال الدنيا ويتفرق للعبادة هذا هو الاعتكاف المشروع ويستحب في رمضان آكد من غيره وإلا لو اعتكف في غير شهر رمضان فإنه يكون على أجر أيضاً نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا تعريفه شرعاً لزوم مسجد بنية لأن العبادات لا تصح إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوأ فلو جلس في المسجد وأطال الجلوس وهو لم ينوي الاعتكاف فليس له أجر الاعتكاف في ذلك لأنه لم ينوه والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لو جلس في مكان غير المسجد طاعة لله بزعمه لو جلس في مكان وأطال الجلوس جلس في غرفة في بيته في أي مكان يريد بذلك الطاعة والتفرغ للعبادة فهذا لا يسمى اعتكافاً لأنه ليس في المسجد والمسلم لا يعتكف في غير المساجد قال الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ولأن اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته ويزعم في هذا أنه يريد العبادة ويريد الانقطاع عن الناس لكنه يفعل محرماً بترك صلاة الجماعة فلذلك الاعتكاف لا يشرع إلا في مسجد نعم أثابكم الله قال مسنون نعم يعني فالاعتكاف لازم يتوفر فيه شيئاً بنية لطاعة الله يعني لازم أن يكون الاعتكاف بنية ولازم أن يكون المقصود منه طاعة الله سبحانه وتعالى أما الاعتكاف الذي يقصد منه الرياء والسمعة أو يقصد منه الابتعاد عن الناس أو الانعزال عن الناس وهو لم يقصد بذلك الطاعة والأجر والثواب فهذا لا يسمى اعتكافاً نعم قال مسنون الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو مستحب مسنون يعني مستحب نعم ويصح بلا صوم الاعتكاف مع الصيام أفضل الاعتكاف من الصائم أفضل وإن اعتكف وهو مفطن فلا بأس ويحصل على أجر الاعتكاف والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام نعم ويلزمان بالنذر نعم يلزم الاعتكاف والصوم الاعتكاف بالصوم يلزمان بالنذر إذا نذر أن يعتكف وهو صايم فإنه يلزمه الأمران يلزمه الاعتكاف ويلزمه الصوم في أثناء الاعتكاف لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يطيع الله فليطعه والاعتكاف طاعة والصيام طاعة قد نذرهما فيلزمانه بالنذر يعني يجبان عليه بالنذر نعم قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه لا يصح الاعتكاف في أي مسجد سواء كان مهجورا أو مسجد لا يصلى فيه فلا يكفي مسمى المسجد فلو فرضنا أن هناك مسجدا أن هناك مسجدا مهجورا نعم كان يصلى فيه في الأول ثم انتقل منه هذا لا يجوز الاعتكاف فيه وإنما في مسجد يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة لأن لا لأن لا تفوته صلاة الجماعة لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإنه بين أمرين إما أن يبقى في اعتكافه ويترك صلاة الجماعة وهذا حرام فلا يفعل مستحبا فلا يفعل محرما وهو ترك الجماعة لأجل تحصيل مستحب وهو الاعتكاف نعم نعم والأمر الثاني أن يخرج لصلاة الجماعة كل وقت وهذا يفوت عليه الاعتكاف نعم قال رحمه الله ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها نعم إلا المرأة فيصح منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كان يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة أو لا تصلى فيه صلاة الجماعة لأن المرأة ليس عليها صلاة جماعة إلا مسجد بيتها إذا كان لها مصلى مخصوص في بيتها فلا تعتكف فيه لأنه لا يسمى مسجدا وإنما يسمى مصلى فلا يحصل به الاعتكاف المطلوب والله تعالى أعلم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إخوتنا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلنا فيها لسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته